أعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رضع الفسعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA-CGM العالمية أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر وقد أثنى الرئيس السيسي على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعداء وبالتعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية ما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات في أطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع السيد رودول في سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMACGM بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد باتريس بيرجاميني النائب الأول لرئيس الشركة الفرنسية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الرئيس التنفيذي للشركة أطلع السيد الرئيس على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر مشيدا بمناخ التعاون السائد بين الجانبين ومؤكدا اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل في مصر في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجستية من جانبه أثناء السيد الرئيس على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعضة وبالتعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي